إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيكون حديثي معكم في هذا اللقاء عن فرقة تعرف أو سميت بالمعتزلة وهذه الفرقة نالت حظا من الشهرة وتحدث عنها المناوئون لعقيدة السلف بكلام يرغب الناس إلى أن يدخلوا فيه وأطلقوا عليهم عبارات سأناقش الآن بعضها بإذن الله أنهم أساتذة العقل في الإسلام أو المفكرون في الإسلام أو الذين استخدموا العقل استخداما صحيحا إلى غير ذلك وعلى كل حال في الجملة هؤلاء لم يأبهوا بالنصوص وردوا بعضها وأولوا بعضها كما سيتبين لنا ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أولا أعرف بهذه الفرقة ولم سميت بالمعتزلة هؤلاء أتباع رجل اسمه واصل بن عطاء الغزال واصل بن عطاء كان تلميذا للإمام الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى وكان يحضر معه الدرس ويجلس في الحلقة وفي يوم من الأيام والحسن البصري رحمه الله يدرس طلابه إذ دخل سائل عليهم فسأل سؤالا عن حكم مرتكب الكبيرة يسأل حسن البصري ما هو الرأي أو ما هو القول في رجل ارتكب كبير من الكبائر حقيقة مرتكب الكبيرة كما تحدثنا من قبل طالما أنه يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس جاحدا لا يخرج بارتكابه للكبيرة عن الإيمان أو الإسلام فهو رجل يطلق عليه اسم الإيمان واسم الإسلام وقد بيانت ذلك فيما مضى بما يغني عن إعادته هنا ولم يكفر مرتكب الكبيرة إلا الخوارج وأتباعهم أو من فرقهم كالإباضية وقد تحدثت بتفصيل عن هؤلاء سابقا فلو ترك واصل بن عطاء الحسن البصري ليرد لا رد بما هو معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك وهو أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان ولكن واصل بن عطاء بادر وأتى بشيء جديد اللوة أسست عليه مبادئ المعتزلة بعد ذلك قال مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لا يطلق عليه اسم الإيمان ولا يطلق عليه اسم الكفر ولكنهم مع ذلك يعتقدون أنه إذا مات مرتكب الكبيرة من غير توبة يخلد في النار أبدا لا مات وهم بهذا يلتقون مع الخوارج الحاصل أو الشاهد لماذا سم معتزلة من هذا الموقف رجل داخل سأل الحسن المصري سؤال عن مرتكب الكبيرة واصل ابن عطاء تولى الجواب وقال هو في منزلة بين المنزلتين فلم يعجب ذلك الحسن المصري لأن هذا القول خارج على قول أهل السنة والجماعة فذكر الحق في ذلك غير أن واصل ابن عطاء ترك حلقة الحسن المصري وجلس إلى جانب أو إلى سارية من سوار المسجد وجلس يقرر هذا المذهب الباطل وقد انحاز إليه نفر من تراميذ حلقة الإمام الحسن المصري رحمه الله تعالى فلما فعل واصل من عطاء ذلك يعني أخذ بعض الطلاب وجلس بهم في جانب من جوانب المسجد فقال الحسن البصري رحمه الله اعتزلنا واصل اعتزلنا واصل فسموا بالمعتذلة لذلك هذا أصل النشأة في الأول كيف بدأت وسبب التسمية أو الإطلاق لماذا أطلق عليهم معتزلة الحسن البصري رحمه الله ذكر عن هذا الرجل الذي انحاز إلى سارية من سواري المسجد وهو واصل بن عطاء اللي كان تلميذ من تلاميذه وقال اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة طيب ما هي مبادئ المعتزلة حقيقة نريد أن نشرح أصول المعتزلة كما فعلنا مع الفرق التي تكلمنا عنها من قبل المعتزلة حقيقة فرقة أدخلت كثيرا من البدع والضلالات على أمة الإسلام وكان مشايخنا رحمهم الله تعالى عند الدرس وإذا أتى ذكرهم يحذروننا منهم غاية التحذير منهم شيخنا العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى الذي كان يقول أثناء تدريسه لنا المعتزلة لهم أصول خمسة هدموا بها أصول الدين وده المشهور إن مبادئ المعتزلة أو عقائد المعتزلة خمسة في الحقيقة هذه الخمس تخالف أصول الدين وإن كنت سأتي بسادس إن شاء الله لأهميته في هذا المقام أول مبدأ أو أول أصل من أصول المعتزلة التي فارقوا بها أهل السلة والجماعة قولهم من أصولهم أول أصل عندهم التوحيد التوحيد كلمة جميلة عندما يطلقوها الإنسان أو إذا أطلقوها هم وسمعها الإنسان يظن أنهم دعاة إلى توحيد الله تبارك وتعالى فلماذا يعني تقولون فرقة مبتدعة لا هم في الحقيقة ما قصدوا بالتوحيد إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وإنما أرادوا بالتوحيد نفي الصفات عن الله تعالى وهذه إشكالية عند هؤلاء معتزلة تربوا على أصول الجهمية الذين نفوا صفات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاء المعتزلة أثبتوا ظاهريا الأسماء لله عز وجل وأقول ظاهريا يعني هم قالوا بأن الله عز وجل له من أسمائه السميع البصير العليم وما إلى ذلك ولكنهم قالوا هذه الأسماء مترادفة لا تتضمن معاني تحتها انتبه معي هذه الصفات أسماء مترادفة يعني مترادفة يعني كلها بمعنى واحد فالسميع هو البصير والبصير هو العليم والعليم هو القوي وهكذا قالوا الأسماء كلها بمعنى واحد وبناء على ذلك أو على هذا القول هذا ضلال قالوا هذه الأسماء لا تتضمن صفات والواقع أن أسماء الله عز وجل أعلام لأن الإسم يدل على العالمية وفي نفس الوقت صفات أسماء الله أعلام وأوصاف أعلام لله عز وجل تدل على العالمية وأوصاف يعني تتضمن صفات دل عليها الاسم ودلت عليها الصفة فالعليم يدل على العلم إثبات صفة العلم لله سبحانه والبصير يدل على إثبات صفة البصر لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه والحي يدل على إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى ولكنهم يموهون على الناس ولا يقولون بذلك فيثبتون الأسماء معان أسماء أو ألفاظ بلا معان تدل على صفات كما هو منهج أهل السنة والجماعة هذه بالنسبة للأسماء طب بالنسبة للصفات معتزل أن نفوا جميع الصفات الله عز وجل وقالوا بإن الصفات ليست شيئاً غير الذات فالعلم بمعنى الذات والقدرة بمعنى الذات والسمع بمعنى الذات ليست الصفات أشياء زائدة على الذات حقيقة الصفات قائمة بذات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه وتدل على ما تدل عليه أو ما تتضمنته من معاني هؤلاء في الحقيقة سأبسط لكم المسألة عندهم عندما قالوا بأن الصفات هي الذات وليست شيئاً غير الذات لماذا هؤلاء تأثروا بالفلاسفة الأوائل تأثروا بالفلاسفة الأوائل الذين نفوا خلق الله لهذه العوالم بحجة التركيب والتكسيم الحجة التي قال بها هؤلاء المعتزلة معتزلة قالوا بأن لو أثبتنا الصفات لله عز وجل والصفات كثيرة وقلنا بأنها ثابتة لرب الأرباب سبحانه وتعالى جل في علاه سيترتب على ذلك أن تكون كل صفة كأنها إله وبالتالي ستتعدد الآلهة فقالوا الحل أو المخرج من ذلك نقول أن جميع الصفات بمعنى الذات جميع الصفات بمعنى الذات ولا تتضمن معاني ولا تدل على شيء الصفات هي الذات طب صفة العلم يقولوا يعني الذات القدرة الذات السمع الذات وهكذا غاب عن هؤلاء أن الإنسان حتى البشر يتصف بصفات كثيرة وهو شخص واحد الرجل الذي يعني توعده الله في كتابه فقال ذرني ومن خلقت وحيدا هذا الذي سماه القرآن وحيد أليس يسمع أليس يبصر أليس يتكلم أليست له قدرة هذه صفات تقوم بهذا الرجل وهو بشر فمبادك برب الأرباب سبحانه الإله الواحد ذات واحدة متصفة بجملة من الصفات ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذات هم عبارتهم قالوا لو أثبتنا الصفات لله وهي قديمة للازم من ذلك أن يتعدد القدماء يعني الآلهة هذا كلام باطل تعدد الصفات لا يلزم منه أبدا تعدد الذات فالله عز وجل بذاته إله واحد فرد أحد واحد صمد سبحانه وتعالى جل في علاه غير أنه متصف بصفات الجلال والكمال التي أثبتها له في كتابه رب العباد هو الذي أثبت هذه الصفات له في كتابه إذن المعتزلة تتبنى نفي الصفات نفيا عن الله كاملا عن الله عز وجل وإن أثبتوا الأسماء فهم يثبتونها ألفاظ دون معاني تدل عليها ثم بعد ذلك ترتب على هذا الأصل أو بنوا على هذا الأصل إنكاروا جميع الصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه فمثلا قالوا الله سبحانه وتعالى لا يتصف في العلوم وده من أخص صفات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه الله عز وجل في كتابه سمى نفسه بأنه العلي الأعلى سبحانه وأخبر بأنه مستوين على عرشه بائن من خلقه سبحانه جل في علاه وأن عرشه فوق سماواته وصفة العلو لله من أعظم الصفات التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة والدلالة عليها كثيرة جدا قال تعالى مثلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إليه يصعد يدل على إيه على أنه عال على خلقه سبحانه قول الله عز وجل وهو العلي العظيم قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تنمر أأمنتم من في السماء من الذي في السماء وأين السماء السماء في العلو الأعلى وطبعا المعطلة ينفون ذلك ويؤولونه ويقولون من كلامهم أني هل يعني تقولون بأن الله في داخل السماء لأن الله يقول أأمنتم من في السماء نقول حاشا وكلا هذا معتقد الاتحادية والحلولية لله تبارك وتعالى وقوله آمنتم من في السماء يعني من على السماء فيه هنا بمعنى على وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض وفي القرآن أمثال ذلك قال الله عز وجل عن فرعون أنه توعد قومه لما آمنوا بموسى عليه السلام ودانوا لله بما يدين به من الإمام الله عز وجل قالوا له فرعون فرعون تهددهم وتوعدهم بقوله لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل تأمن ولا أصلبنكم في جذوع النخل هو الإنسان لم يصرب بيصرب في داخل الشيء أو على جدار الشيء من الخارج لو أردت أو أردنا أن نصلب إنسانا مثلا تدق في أيديه المسامير والأرجل المسامير في أرجله ويكون على شيء يصلب عليه فقوله تبارك وتعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل أمنتم من في السماء أي أمنتم من على السماء وهذا المعتقد الجميل الكريم كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإذا من تقديس الرب عز وجل من تقديس الله تبارك وتعالى أن تعتقد أنه في العلو الأعلى سبحانه وتعالى جل في علاه في أعلى عليين وهذا الذي يليق برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه والقرآن الكريم دل على ذلك في آيات كثيرة سبق أن تكلمت وتحدثت معكم في شيء من ذلك غير أنني أود أن أبرز أن هذا كما هو معتقد القرآن الكريم أو كلام القرآن الكريم عن علو الله عز وجل هو أيضا مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله وعرفه وعلمه لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه نبي عليه الصلاة والسلام كان يدين لله بأن ربه في السماء وكل الأنبياء كذلك لا تعجبوا يا إخواني إن قلت لكم بأن موسى عليه السلام بلا شك أخبر فرعون مما أخبره أن الله في السماء في العلو الأعلى إيه الدليل على ذلك إن موسى أعلم فرعون أن ربه في أعلى عليين لأن فرعون كما ذكر القرآن الكريم قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا والكاذب هو فرعون في الحقيقة وليس موسى صلوات الله وسلامه عليه قول فرعون ذلك لهامان هذا يدل عليه على أن موسى أخبر هذا الرجل بأن ربه في أعلى عليين وأن هذا الرجل مع تلوث فطرته أدرك ذلك وآمن به وصدق بدليل أنه طلب من وزيره أن يبني له شاهقا صرحا عظيما عاليا ليرتقي به ليصل إلى إله موسى الذي تحدث موسى عنه الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك لأصحابه كان يكون بين أيديهم فإذا دعا رفع أكفة ضراعة إلى الله عز وجل ما كان يضع أسفل أو إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب إنما يرفع يديه إلى أعلى عليين حيث الرب الأعلى تقدست أسماؤه وتعاظم سبحانه وتعالى جل في علاه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما رأى البخاري ومسلم وإمة السنة خطب الناس وعظهم واستنطقهم وكانوا قرابة مئة ألف أو يزيدون بأنه بلغهم الرسالة التي ائتمنه ربه سبحانه وتعالى عليها فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد ربه على ذلك فكما جاء في الروايات رفع أصبعه إلى السماء وكان ينزلها إلى الأرض يرفع هكذا ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد النبي عليه الصلاة والسلام فأراد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعتقد أن ربه في أعلى عليين لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى أين عرج به حيث السماوات العلا في رحلة غريبة عجيبة نحن لا نعرف الغيبيات التي تضمنتها ولكن رب العباد سبحانه وتعالى لما أراد أن يكرم نبيه أسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى ثم عرج به إلى السماوات العلا وكلمه ربه وفرض عليه الصلاة والسلام أنا أذكر أدلة بسيطة جدا العاقل صاحب الفطرة السليمة صاحب الفطرة السليمة يسلم بها مطلقا لا يمكن أن يناقشها ولا يجادلها لأنها واضحة غاية الوضوح لا تحتاج إلى أخذ ورد ولا إلى كلام وأنا قلت لكم بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يؤمنون بعلو الله على خلقه ووردت عنهم أقوال ثابتة في الصحيحين وغيرهم تدل على ذلك وهؤلاء تلقوا ذلك ممن تعلموا هذا ممن تعلموه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجرتها دخلت امرأة جادل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في زوجها الذي قال لها أنت عليك ظهر أمي وتقول للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أفعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ما عندي من أملك شيء والشاهد كانت تكلم من النبي عليه الصلاة والسلام بصوت خفيف بصوت خفيف ما سمعته أم المؤمنين عائشة وهي في داخل الغرفة معهم وتكلمه تقول له أن لي منه أولاد إن ضمنتهم إلي ضاعوا وإن تركتهم إليه إن ضمنتهم إليه جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا من حيث التربية الحاصل نبع صلى الله عليه قول الله تعالى قد سمع الله قول أن تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله لما نزلت هذه الآية تأملوا معي يا إخواني أنا أود أن نحن يعني نستخدم العقل والتفكير والفطرة في مثل ذلك لأن الفطرة الصحيحة فطرة الصحيحة توقن بأن الله في أعلى عليين ولذلك قال حتى أحد يعني الأئمة والعلماء ما قال أحد يا رب ما قال أحد يا رب ما نادى أحد الرب إلا وجد في نفسه ضرورة التطلع إلى جهة العلوم لأنه يعلم أن الله في أعلى عليين كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه الشاهد أمه من عائشة لما نزلت هذه الآية ماذا قالت تأملوا هذا ليس كلامي وهذا الحديث في البخاري ومسلم وغير ما من كتب السنن قالت موجدة رب العباد موجدة رب العباد سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كانت هذه المجادلة بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعت من كلامها شيئا وسبحان من سمع كلامها من فوق سبع سماوات وسبحان من سمع كلامها من فوق سبع سماوات ده أمه من عائشة قالت ذلك ونبعه سمع أليس هذا والحق إذن هل أمه من عائشة أصبحت مشبهة بذلك مجسمة بذلك هل أخطأت عندما أثبتت صفة العلو لله أم أنها وافقت القرآن والسنة وصدقها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تفتخر كانت تفتخر على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات زينب كانت زوجة زين ابن حارثة وفارقها والله عز وجل هو الذي زوج زينب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن أسامة بن زينب النبي عليه الصلاة كان تبنى وكان في الجاهلية هذا الذي يتبنى له حقوق الأولاد فأراد الإسلام أن يقطع ذلك يعني كان يارث ولا يتزوج تتزوج من زوجته وما إلى ذلك أراد الإسلام أن يقطع ذلك فماذا فعل القرآن الكريم ورب العالمين سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه بذلك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا فالقرآن فالله تبارك وتعالى هو الذي زوج أم المؤمنين زينب للنبي عليه الصلاة والسلام فكانت أحق لها أن تفتخر على زوجات النبي بذلك تقول لهن زوجكنا هاليكن وزوج لله من فوق سبع سماوات أليس في هذا إثبات لصفة العلو لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه لا حديث والآيات كثيرة جدا أنا أسكر ولا يعني أقف عند ذلك وسبق أن قررت هذا مرارا ولكني أود أن أقول هذا الذي يتفق مع الفطرة المعتزلة أنكروا علو الله تبارك وتعالى على خلقه أنكروا استواء رب العالمين سبحانه وتعالى على عرشه كسائر فرق الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى كما أنهم نفوا الصفات نفوا صفة الكلام عن الله بد من أعزب العجاب ده الإله يعني لا بد أن يتكلم وصفة الكلام دي من الصفات التي كانت معتزلة يعني يمتحنون بها أهل السنة والجماعة ولعلكم عندكم فكرة عن ما حصل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى بصفة بصفة إثبات صفة الكلام لله في عهد الخليفة المأمون أراد أن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن الكريم ومن أعيان الناس والأئمة في ذاك الوقت الإمام أحمد بن حنبل فرفض رضي الله عنه شوفوا الآن اليوم يعني المبتدعة لا يثبتون هذه الصفة وهم في سعة وأحمد بن حنبل رحمه الله أثبت هذه الصفة وحاولوا أن ينكرها أو أن يؤولها أو أن ينفيها وإلا عذبوه وضربوه وجلدوه فرضي بالضرب والجلد والعذاب والتعذيب حتى لا ينفي هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى كان أحد السبب في ذلك أنه يحمي الأمة عقيدة الأمة حدثني أحد مشايخي رحمه الله تبارك وتعالى وسمعت ذلك منه أن ابن أحمد بن حنبل عبد الله دخل على أبيه وقال له يا أبتي أنت تحذب فلا حرج وأنت مطمئن بالإيمان وتثبت هذه الصفة للرحمن فلا حرج عليك وأنت مضطر لذلك أن تنفيها باللسان دون القلب والاعتقاد فماذا قال له النموحة قال أنظر من في الخارج ماذا ترى قال يا أبتي الناس كثير قال لو قلت هذه الكلمة سيضل هؤلاء الناس جميعا إذن القول بخلق القرآن كما قالت المحتزلة القول بخلق القرآن كما قالت المحتزلة ضلال وقد أخبر بذلك الأئمة فلنحذر من كل ذلك فلنحذر من كل ذلك الإله الكامل يتصف بالصفات الجلال والكمال ومن ذلك العلو ومن ذلك صفة الكلام والله تبارك وتعالى تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن وسيكلم المؤمنين ونحن نطمع ونسأله سبحانه أن نكون منهم ومع من يكلمهم في يوم الدين سيكلم المؤمنين في يوم الدين ما منكم من أحد إلا وسيخل به ربه ليس بينه وبينه ترزمان فيقول ألم أفعل بك كذا ألم أعطيك كذا والعبد يعترف ويقر الشاهد من الحديث أن رب العباد سبحانه وتعالى يكلم أهل الإيمان في يوم القيامة وسيكلم المؤمنين في الجنة وردت بذلك أحاديث صحيحة ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة الحاصل أن المعتزل ترتب على ذلك إنكار صفات عظيمة لله عز وجل كالعلو التي ألف فيها بعض الأئمة كتبا الحافظ الذهبي وأنا أقول ذلك يعني من أجل يعني المبتدعة أو بعض علماء الكلام اليوم لا يقول أن نحن بنثبت هذا وحدنا هل يختلف أحد من من هم موجود اليوم على الساحة الإسلامية في الحافظ الذهبي رحمه الله الإمام الحافظ الذهبي صاحب ميزان الاعتدال وصاحب سياري أعلام النبلاء وغير ذلك من الكتب الكثيرة المهمة للغاية كتذكرة الحفاظ وغيرها حافظ الذهبي ألف كتابا مستقلا في إثبات هذه الصفة سماه العلو للعلي الغفار العلو للعلي الغفار وحققه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى إمام بن القيم رحمه الله أيضا ألف كتابا مستقلا خاصا في إثبات صفة العلو لله سماه اجتماع القيوش الإسلامية على غزو المعبطلة والجهمية فيا أهل الإيمان اتبعوا سلف هذه الأمة الصالحين وهؤلاء الأئمة المهديين وكونوا كما هم علي من إثبات الصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أول مبدأ من مبادئ المعتزلة التي خالفت بها أهل السنة والجماعة قولهم بالتوحيد والمقصود من ذلك نفي الصفات لله عز وجل وترتب على ذلك نفي الصفات عظيمة جدا كصفة العلو وصفة الكلام لما تنفي صفة الكلام طب القرآن ده كلام مين القرآن كلام الله كما هو معتقد أهل السنة والجماعة ورب العباد يكلم موسى وكلم الله موسى تكليما ورب العباد يتكلم بحرف وصوت كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يعني لن أريد أن أقف طويلا عند ذلك وأيضا بس فقط أركز أو أذكر وأحذر من هذه المعتقدات الباطلة المعتزلة يعني قالوا التوحيد اللي يسمع الكلمة دي اللي يسمع هذه الكلمة يظن أنهم يفردون الله بالعبادة وبالأسماء والصفات ولكنهم أرادوا أنه لا تقوم به صفة من الصفات على معنى أنه لو قامت به صفة من الصفات سيكون يعني أكثر من واحد والإله إله واحد هذا باطل كذلك أيضا ترتب على نفيم الصفات قولهم باستحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة رؤية الله في الدار الآخرة يا ابنائي وإخواني من أعلى نعيم أهل الجنة أفضل نعيم أهل الجنة هم أن ينظروا إلى وجه الله الكريم قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أهل نعيم أهل الجنة نمى يتمتعون برؤية رب العباد برؤية وجه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاء والله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه ولكن القرآن أثبت ذلك والسنة ونحن نؤمن بذلك السنة أثبت ذلك وأهل السنة جميعا على ذلك ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم وأن تكون وجوهنا نظرة بسبب النظر إلى وجه الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال أهل العلم نظرت هذه الوجوه لما نظرت إلى ربها سبحانه وتعالى جل في علاء وفي الصحيحين وغيرهما النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم القيامة ينادى على أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم في لكم وعد كده عند ربنا رب العباد سبحانه وتعالى يريد أن ينجز لكم ذلك فقال وما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يدخلنا الجنة ألم يجرنا من النار ذا أعطانا فيما يرون كل شيء أعطانا كل شيء فيما يرون فيقول المنادي لهم لا بلى إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجز موكموه فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رب العزة والجلال وقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فما رأوا نعيما قط ألذ عندهم من النظر إلى وجه الله الكريم إنكار الصفات ترتب عليه إنكار هذه الصفات العظيمة التي يتطلع إليها كل مسلم وكل مؤمن يلقى ربه سبحانه وتعالى ويستمتع ويتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم فالله عز وجل له من الأسماء الحسنى ما أخبرنا به وله من الصفات العلى ما أخبرنا به وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات لله عز وجل دون تأويل أو تشبيه لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واحذر يا أيها المسلم أن يدور في خلدك أن الله يشبه أحدا من خلقه فقد تعالى ربنا وتعاظم وتقدس عن يشبه أحدا من مخلوقاته قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية أكتفي بما قلت في هذا اللقاء على أن أغاصل الحديث عن المعتزلة بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إلى أن يأتي ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته